نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وأكد المركز أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة موضحا أنه قد تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 لأكثر من 22 مليار جنيه